أمين كيف جدتك المبارد المتخب المغرب الأولى مهم جدا الانتصار رد فعل كان في المستوى العالي خاصة في الشوت الثاني مقابل أولى ولو يكون الخصم ديلك ضعيف فهي صعبة دائما تكون صعبة والدليل هو أن جميع منافسات علمتنا بأن المقابل الأولى تكون صعبة ولو علم المتخب الفائز أمتد كثيرا من إسبانيا كانت خسرت مع سويسرا في كأس العالم بعد ذات كأس العالم وبالتالي نحن كان عندنا رد فعل كان عندنا رد فعل في الشوت الثاني الشوت الثاني كنا أحسن من الشوت أول وعرفنا كيف نتعامل يمكن نخلينا مدة لكي نعرف وشكونا والمنتخب لحدنا وهذا كان واقع ولو لعبنا معا ما كنا نعرفه وكانت كتبان من خلال مجرية المقابلة بانت ولكن ككل رد فعل كان في المستوى كان رد فعل ممتاز وكما نساوي شواء العامل بشكونا عطوه حقه رجم السلامي ما عنده أعضار كثير نحن عندنا كل الإحصائيات والمعطيات المنتخب الوحيد اللي يحضر جديا واخد وقت كبير هو المنتخب المغريبي هو المنتخب اللي يمستعد وبالتالي ما نسموحش له أقل من النهاية ما نسموحش له بنسبة هذه المنافسات نتيجة متميزة للمنتخب المغربي مراد 4-0 ولكن الشوت الأول يعني اللي كان عاقيم هجوميا شنين الخلاصات اللي نخذه من هذه المباراة هو نتيجة بحداتها أهداف السفر قليل جدا ما نشوفها في مباراة افتتاحية جميع مخابلات افتتاح لف كأس العالم لف كأس إفريقية جميع التدورات ما نشوفهش نتيجة كبيرة بالتالي أنا نضيف لإضافة أخ أمين هو الطريقة ردد الفعل المنتخب المغربي كتبيين أن التطور لاعب المحلي على المستوى التاكتيكي وكذلك على المستوى الديني كي يبدو أن اللاعبين مركزين بشكل جيد رغم كان واحد الضغط على اللاعبين لأنه في الشوت الأولي خلقنا فرص كثيرة لم نستطيع أن نشجلهم اللاعبين كان يظهر عليهم واحد تصرع وارتيبك بالتالي في الشوت الثاني لم يرسوا الضغط لهم قوة فيه النهج التاكتيكي الذي يدخلوا به بالتالي المنتخب الموريطاني نهار لم يستطيع أن يساير أي قاعد المقابلة لأن صراحة المنتخب المغربي كما قال الأمين حضر بشكل جيد للتظاهرة جمال السلامي كذلك عرف كيف يوظف اللاعبين رغم غياب وذهب لعبين مهيزين جدا للإحتراف لن تكلموا على وليد أزارو الآن والتعلق الكبير ديرو في أهل المصري لن تكلموا على فوزير في النصر السعودي أمقران مؤخرا لن تكلموا على أمقران غروب نتكلموا على أي سكوم الذي يغيب بإصابة لأنه كان لعبته هو محوري ونجم ونجم هو الإصابة نتكلموا كذلك على باتنا الذي يمشى هذه سنة ونصف لأنه كان يتوضي من هذا المنتخب إذن البطولة المحلية بخير وعلى خير أندية الشغل بالتالي هاتشين عكس وكذلك وصول الفتح الريباطي السنة الثانية على تولي لنصف نهاية الكاف كذلك الويداد السنة الثانية كيتواجد والآن فاز بعصبة الأبطال الأفريقية فتح الريباطي أيضا في كاف مربع الكبار مربع الكبار هذا كلهم عواميل كتبين أن هناك عمل داخل البطولة المغربية وداخل الأندية وبالتالي اللاعب المغربي فرد راسو الآن حتى هيرفيرونار التقل اللاعب المحلي بإقحام بعض الوجوه لأشرف بن شرقي للحداد لأوناجم وكذلك فوزير بول هرود هذا أعطت اللاعب المحلي واحد التقل واحد الاهتمام وذلك يبدأ أنه عنده لكسي لكيب ناسيونال بالتالي كان هناك اجتهاد كبير على المستوى التاكتيكي والذي نرى منتخب عنده كيف يخرج الكورة عملية يخرج الكورة من الدفاع كيف يكتب بنفس الطريقة من اللي حالي عنده أنا زنيتي اللي يتقلق مع الدفاع بانون